كلمنا بقى يعني البرمجيات بزبط إزاي ممكن تطور منظومة التعليم تمام هو دلوقتي حضرتك يعني الجامعات وعدد كبير من الجامعات اللي موجودة الكلام اللي أنا هقوله على فكرة يعني هقوله أنا مهندس إنشائي لكن ينطبق على أي فئة أخرى على الزراعة، الصيدلة، التجارة فالكلام ده ممكن يتنقل هي التقنية بزبط هنقدر نستخدمها في أي مجال بزبط بس أنا هتكلم بالنسبة اللي احنا بنعمله في الإنشائي وبعد كده ممكن ناخد الصورة دي ممكن نعمل زي ما داما بنقول بالطريقة الرياضية ميتريكس ونملاها كل ركن منها ياخد شق يعني مثلا دي الهندسة ده الطب، ده التجارة وهكذا بحيث دي مهمة جدا لأن الدول المتقدمة مثلا في التكنولوجي زي الهند الدخل بتاعهم وصل حوالي 400 أو 500 مليار جنيه بس من التكنولوجي طبعا لأنه للهند تبنت هذا مشروع بزبط يعني احنا من التكلم على الهند ونقول ايه أكتر الدول في البرمجيات عالية بزبط لازم يقفز اسم الهند وانا بقول لحضرتك يعني مصر ملهاش يعني حاجة تنقصها وتنقصها عشان توصل للمستوى ده هي بس يعني عاوزة تفكير وعاوزة تنظيم وعاوزة يعني البرامج القومية اللي بنقول عليها والحاجات دي لازم رؤية واضحة على أساس نوصل لهذا طب ندخل بقى في الرؤية بزبط فدلوقتي أهم حاجة بالنسباننا او اللي أنا عاوزة أتكلم عليه بصراحة الشباب اللي طالع من الجامعات طبعا الأجيال السابقة اللي هي تعودت على حاجات معينة حتى في المجال بتاعنا اللي هو تعود على برنامج جاي مش عارف منين بيتعود عليه وبيستخدمه بنجاح وكل حاجة مفيش مشكلة بس أنا بتكلم على مثلا لو كنا بنتكلم على توصين تكنولوجي زي اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي بنظر إلى الشباب اللي هو هيبقى عنده انفتاح زهني بحيث يتقبل ويتعلم وبعد كده هيلاقي في ايده تولز أو أدوات أدوات يقدر يطور كمان هو أقوى من اللي موجود حاليا أكيد وهتبقى بطريقة سهلة وهذا فطبعا دي هنتكلم فيها فالشباب دلوقتي بيطلع من الجامعات درس يعني لو بنتكلم بالنسبة لهندسة الإنشائية أو الهندسة عامة درس الهندسة بطريقة جيدة جدا في الجامعات المختلفة سواء حكومية أو خاصة أو هكذا أو عاملين اتفاقات مع أوروبا أو كندا أو أمريكا ما فيش أي مشكلة في دي بس خلينا نقول أن بعد ما يتخرج وهو لازم يشتغل في مجال معين ويصمم هيصمم إيه؟ إحنا في المجال بتاعنا عندنا أربع مجموعات تصميم مباني بنتكلم على مباني جميع أنواع المباني ممكن تبقى مستشفيات ممكن تبقى جامعات ممكن تبقى منازل ممكن تتعامل بالحديد بالأسمنت بالخشب أو باستخدام البيئة أو بالزبط آه تمام فهيلاقي فرص واسعة جدا في المجال ده مجال تاني إحنا يعني عندنا هك بتقول هنا على التطبيقات بزرط استخدام التطبيقات جديدة بأشياء حديثة لازم هتدي له فرصة أنه كمان يطور يعني بزرط يشتغل عليها ويطور يعني حضراتك مثلا المهندسين اللي عندنا في أمريكا أو كندا الزغيرين أنا أتكلم على الزغيرين ما أتكلمش على الشركات الكبيرة اللي عاوز يروح يشتغل في شركة كبيرة أهلا وسهلا ما فيش مشكلة بس عدد كبير من المهندسين اللي عندنا اللي بتخرجوا في خلال سنة أو اتنين ممكن ياخد خبرة شوية في حتة أو في مكان حكومي أو برايبت ولا حاجة وبعدين عاوز يعني زي ما تقولي زي مثلا ما يكون عندنا حمامة عصفور عزة طير بجنحتها فعاوز يفتع الشركة فهو ده اللي أنا بهدف إليه يعني فنفرد مثلا وحنا حضرتك بتكلم على مثلا ممكن يكون اللي أنا كنت بقول عليه المشروعات الصغيرة الصغيرة حضرتك هي دي أهم حاجة طبعا عصف مشنيجي النهاردة نلاقي شركة مالتيناشنال ونتكلم عليها دول خلاص يعني عندهم سيستيم وعندهم مصبوط لكن لو بنتكلم على المشروعات الصغيرة يعني احنا مثلا لو أخدنا وانا هشرح يعني في فترة جاية إيه اللي عندنا اللي ممكن يستخدموه فنفرد أن عندنا مثلا ألف شاب طبعين من الهندسة تمام من جميع الأماكن أنا ما بكلمش على القاهرة بس تمام ما بكلم على الصعيد والريف والساحل وهكذا ما فيش مشكلة ألف واحد إحنا ممكن ندي لهم البرنامج اللي هو هيبقى في التخصص بتاحهم أنا بكلم بعد ما يخرجوا من الجامعة لأن الجامعة خلاص انتهينا يبقى دلوقتي دورنا إحنا في تدريب هذه الفئة من المهندسين وتسلحهم بحيث أن كل واحد منهم ممكن الهيئات اللي موجودة تبتدي تدلهم مشاريع زغيرة وممكن حتى يتلموا مع بعض ثلاثة أربعة أو خمسة ويبقى عندهم مكتب صغير ويبقى عندهم مكتب صغير مصبوط وعندهم عشان نشرح للمشاهدين وعندهم تطبيقات معينة